طيب يعني نقلة برضو تانية ومهمة جدا بكار يعني اعتقد انه بكار ده يعني يعني كل بيت مصري كان بيستنى مع ولاده انا شخصيا ربيت بنتي على بكار يعني كنت عايزها دايما تحس انه عندنا الولد الاسمر والحاجات الحلوة تعالي كده كلنا نرجع نشوف بكار ونرجع نكمل كلامنا مع الشاعرة الكبيرة كوسر مصطفى بكار في حد ذاته وبردو الاختيار الكلمات والشخصية وصوت مونير يعني الافكار جات ازاي كده معا هي الشخصية اختارتها الدكتورة مونة ابو الناصر طبعا وحتى اسمها بكار هي اللي مختارة وهي كانت بتعمل فيلم قصير عن طفل جنوبي وطلبت مونير يعمل غنوة في الفيلم ومونير طلب مني او رشحني ان انا اكتبها وقريت سيناريو الفيلم وكتبت القونية لما الفيلم نجح واخد جايزة دكتورة مونة قررت انها تحول الفيلم لمسلسل فيخدوا الغنوة خلوها تيتر نهاية وطلبوا تيتر بداية فعملت تيتر البداية ونزل المسلسل بقى بالقونيتين تيتر بداية وتيتر نهاية اه يعني ده كان الاساس ده كان الاساس وانا يعني رسامت صورة الطفل الجنوبي اللي كلنا نحب ان احنا نشوف الطفل المصري كده كده كأنه هو النموذج ايه والحمد الله هو ما زال نموذج لحد النهاردة حقيقي يعني شخصية كلنا الحقيقة نفضل يفضل بكر كده المصري ده يبقى موجود طول الوقت الحمد لله نجحت فيها الحمد لله صوت مونير طبعا صوت مونير كمان كان وموسيقى الأستاذ عمرة بو زكري طبعا يعني كمان جميل